بسم الله الرحمن الرحيم إما أن ترسم مفردة على الصدر في هذا الدرس سأتناول معكم قضية أخرى وهو أن هناك كلمات تأتي فيها الهمزة على ألف بهذا الشكل ثم يأتي بعدها ألف بهذا الشكل وإذا وجدت هذه الصورة فإن الحكم هو أن نلغي هذه الصورة ونضع مكانها ألف ممدودة لذلك أي ألف ممدودة هي عبارة عن همزة بعدها ماذا؟ بعدها ألف نريد أن نتعرف على هذه الأمثلة لنعرف أن حقيقة كل مد في أي كلمة هو عبارة عن همزة وبعدها ألف وبالمثال يتضح الكلام إن شاء الله تعالى لاحظوا معي سآمة لاحظوا معي أن السين مفتوح وبعدها همزة مفتوحة لذلك كان من حقها أن تكتب بهذا الشكل سآمة بهذا الشكل فلما اجتمعت الهمزة مع الألف كتبت ألفا ممدودة بهذا الشكل لاحظوا معي مبدآن لاحظوا معي هذا مثنى المفرد مبدأ وكتبنا الهمزة على ألف لأن ما قبلها مفتوح مبدأ مبدأ ثم ثنيناها فأتينا بألف ونون فاجتمعت الهمزة مع الألف لذلك استغني عنهما هذه الصورة دائما يستغنى عنها بهذه الصورة كما ترى نطبق على كلمة أخرى ضآلة كان من حقها أن تكتب بهذا الشكل ضآلة ومآل كان من حقها أن يكتب بهذا الشكل مآل مآل ومآب من حقها أن يكتب بهذا الشكل مآب أن يكتب بهذا الشكل كتبت الهمزة على ألف هنا وهنا وهنا لأنها ضآلة مفتوحة وما قبلها مفتوح مآب مفتوح وما قبلها مآل ومآب مفتوح وما قبلها مفتوح إلا أن الهمزة أتى بعدها ألف أتى بعدها ألف أتى بعدها ألف فاستبدلنا بهما المدة بهذا الشكل الذي ترونه أيضا شنآن كان من حقها أن تكتب بهذا الشكل شنآن كآبة كان من حقها أن تكتب بهذا الشكل ملجآن لاحظوا ملجأ ثم أتينا بالألف والنون مرفأ ثم أتينا بالألف والنون كتبت الهمزة على ألف حسب القاعدة إلا أنها اجتمعت مع ألف بعدها مع ألف بعدها مع ألف بعدها مع ألف بعدها ولذلك حولناها إلى مدة أرجو أن لا يخلط أحد منكم بينما ذكرناه سابقا أن لا يخلط أحد بينما ذكرناه سابقا من اجتماع الهمزة مع الألف بصورة أخرى بصورة أخرى لاحظوا معي الفرق بين هذا وبين حديثي السابق عن عباءة مثلا حين قلت لكم أن من حق عباءة أن تكتب بهذا الشكل عباءة وقلت لكم أن الألف هنا حذفت حتى لا يجتمع ألفان ونزلت الهمزة على السطر لاحظوا معي أن الاجتماع هنا ألف وبعده همز في حين أن في درسنا همز وبعده ألف لذلك إذا اجتمع الهمز وبعدها ألف فحكمه أن يقلب إلى مد أما هنا فحكمه أن تحذف هذه الألف وأن تنزل الهمزة على السطر نكمل هذه الأمثلة لنرى مرآة كان من حق مرآة أن تكتب بهذا الشكل مرآة أن تكتب بهذا الشكل مرآة مرآة لأن الراء ساكنة والهمز مفتوح فمن حقها أن تكتب على الألف بهذا الشكل ثم تأتي الألف بعد ذلك لاحظوا معي كلمة قرآن قرآن أصله أن يكتب بهذا الشكل ملآن الأصل أن يكتب بهذا الشكل ضمآن الأصل أن يكتب بهذا الشكل مآثر تكتب بهذا الشكل مآكل الأصل أن تكتب بهذا الشكل مآتم تكتب بهذا الشكل مآذن تكتب بهذا الشكل لماذا؟ لأن عندي الرأة هنا ساكنة والهمزة مفتوحة قرآن ساكن ففتح ملآن ضمآن مآثر فتح ففتح مآكل مآتم مآذن إذن من حق الهمزة في جميع هذه الكلمات حسب القاعدة الضعف والقوة أن تكتب على ألف كما ترون ولكن جاء بعد الهمزة المكتوبة على ألف 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 بهذا الشكل جاء بعد الهمزة المكتوبة على ألف ألف والقاعدة تقول في هذه الحالة نستغني عن الهمزة والألف ونضع مكانهما حرف مد كما ترون بهذا الشكل كما ترون في جميع هذه الكلمات لذلك أي مدة هي تعبر عن همزة على ألف وبعدها ألف يتم الاستغناء عن هذين ووضع المد بهذا الشكل نختم بهذه الأمثلة الثلاثة لاحظوا معي مكافآت لحظوا معي مكافآت مفردها مكافآة منشآت مفردها منشآة مفاجآت مفردها مفا مفاجآة وفيها همزة متوسطة كتبت على ألف مكافآة سبب كتبتها على ألف هو أنها مفتوحة وما قبلها مفتوح منشآة مفتوحة وما قبلها مفتوح مفاجآة مفتوحة وما قبلها مفتوح إذا أردنا أن نجمع هذه الكلمات جمع مؤنث سالم جمع بالألف والتا جمع بالألف والتا فإننا سنحذف هذه التا سنحذف هذه التا لأننا سنجمع سنجمع مثل لو جمعنا أو مثل لكم فقط لو جمعنا طالبة طالبة لو أردنا جمعها سنحذف هذه التا ونقول ماذا طالبات سنفعل الشيء نفسه حذفنا التا ثم أتينا بما بقي ثم أتينا بالألف والتا حذفنا التاء ثم أتينا بالألف والتاء التي للجمع مفاجأة كتبنا ما بقي بعد حذف التاء ثم أتينا بالألف والتاء لاحظوا معي أن الهمزة المكتوبة على الألف أتى بعدها ألف بهذا الشكل ولذلك استعظنا عنهما بالمد استعظنا عنهما بالمد وبهذا نكون قد عرفنا أن الهمزة المتوسطة ترسم على ياء وترسم على واو وترسم على ألف وترسم مفردة على السطر وترسم مدة وهو درس اليوم وعرفنا أنها ترسم مدة حين تكون الهمزة من حقها أن تكتب على ألف وأتى بعدها ألف فإننا نستعيض عنهما بمدة أرجو أن لا تخلطوا بين هذه الصورة وبين الصورة الأخرى وهو أن تتقدم الألف وبعدها همزة فالحكم هنا أن نجعلها مد أما الحكم هنا فهو أن نحذف هذه الألف وتصبح الهمزة على السطر كما ذكرنا في درس سابق وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن رسم الهمزة المتوسطة بجميع حالاته ونلتقي إن شاء الله تعالى في درس قادم ترجمة نانسي قنقر